زار رئيس الحكومة أحمد بن مبارك ميناء العاصمة عدن لتلاعي على مستوى الانضباط الوظيفي في أول أيام الدوام الرسمي وأوضاع الميناء والخدمات التي يقدمها واعتسلم بن مبارك ومعه وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبد الناصر الولي سلم نسخة من قوائم الحضور والغياب وتفقد يقسام وإدارة الميناء واستمع من المسؤولين إلى شرح حول الأنشطة والتسهيلات المقدمة في استقبال الوريدات والصدرات وقذ الشحونات الإغاثية والإنسانية وأقد رئيس الحكومة على الدور الحيوي والاستراتيجي لميناء عدن في تحقيق النهوض التنموي المنشود لمدينة عدن لافتا إلى أهمية ميناء عدن الذي يجب أن يكون شريانا حقيقيا لدعم الاقتصاد الوطني وضرورة تسريع تنفيذ مشاريع التطوير والتأهيل لما يمثله من أهمية اقتصادية واستراتيجية